حمل المحلل السياسي أحمد الأبيض الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية ما يحدث في العراق من تدهور على مختلف الصعود داعيا المجتمع الدولي إلى وخز الطبقة السياسية الحاكمة وخزة تفيقهم من الاستهانة بأوضاع العراق المجتمع الدولي عليه أن يوغز هذه الطبقة السياسية الحاكمة الحقيقة وغزة تصحيهم من الاستهانة بأوضاع العراق لأنهم المسؤولين طبعا الشعب العراقي أيضا يتحمل مسؤولية ما قالت إليه الأوضاع ولكن الحاكمون في البلاد بشكل مباشر يتحملوا كل هذا السؤال الذي حصل